لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أكرد بعقل إذا ما نقبل بعقل وديرد بعقل ودهنكر بعقل يبقى الدين يبقى أولعوبة بين حقل المساق أهزا المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل عنوان حلقتنا النهاردة هتكون ابن حجر جهمي يحرف السنة احنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن تأويل الغضب وأنها في الصفة الغيرة وآخر حاجة شفنا صفة الرضا وإزاي ابن حجر قال إنها إرادة الخير هنشوف النهاردة إزاي ابن حجر كل ما يزنق في الصفة يأولها بالرضا وطبعا الرضا اللي هو في الآخر يعني معناه برضو إرادة الخير عند ابن حجر أول كتاب فتح الباري بشرح سحي البخاري كتاب تفسير القرآن صورة الحشر بيقول كده باب قوله ويأثرون على أنفسهم ابن حجر بيقول قال الخطابي إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا يبقى العجب قال عليه إيه رضا وبعدين بيقول كده قال الخطابي وتأويل الضحك بالرضا أقرب من تأويله بالرحمة برضو أول الضحك بالرضا لأن الضحك من الكرام يدل على الرضا وبعدين ابن حجر طبعا بينقل أقوال الخطابي ليه لأنه موافق عليه ونلاحظ هنا أن العجب حسب كلام الخطابي محال على الله لأن حسب تقديره بيدل على الجهل زي ما كده احنا بنقول إيه؟ زي ما كده بنقول المسأل المعروف إذا عرف السبب بطل العجب وكأن معناه هنا حسب ما نقله ابن حجر الرضا يعني في الآخر برضو قرط الخير طب ليه ما يكونش الرحمة مثلا؟ إيش معنا الرضا؟ فعلا الخطابي بيذكر هنا الضحك وليس العجب خلينا نشوف فين فتح البالي شرح سعيد بخاري بيقول كده الضحك تأويله بالرضا أقرب وأصح من تأويله بالرحمة لأن الصياق الحديث يدل على الإصار عن النفس والقرم فالقرم يدل على رضا النفس وضحك الكريم يعبر عن رضا طبعا كل الكلام ده ما فيش دليل عليه بس هو مجرد مجاز وتأويل فقط تأويل بدون دليل وده اللي هيقوله ابن حجر في شرح الحديث اللي احنا نرد الوقت مع بعض فتح البالي بشرح سعيد بخاري كتاب رقاق باب سفة الجنة والنار ابن حجر بيستشهد بالبيضاء وبيقول نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز بمعنى الرضا يبقى معنى كده إيه؟ الضحك مجاز ومعناه الرضا مجاز فقط أما حقيقة فابن حجر بينفي يعني الله ما بيضحكش طيب فتح البالي بشرح سعيد بخاري كتاب الجهاد وستير باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل ويقتل يسلم بعد ويقتل ويقتل قال الحفظ ابن حجر بيقول إيه على الحديث؟ قوله يضحك الله إلى الرجلين قال الخطابي أضحك معناه الأخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للأخر ومجازتهما على صانعهما بالجنة الشيخ البراك يروح معلق ويقول إيه؟ نفي حقيقة الضحك عن الله تعالى هو إيه؟ مسهب الجهمية والشيخ البراك هيقول حاجة تاني برضو عن ابن حجر وخطيرة في شرح الحديث اللي جاي في فتح الباري في شرح سهل بخاري كتاب الجهاد والسيارباب الأساري فيه للسلاسل يقول كده ابن حجر في فتح الباري وقد تقدم توجيه العجب في حق الله في أوائل الجهاد وأن معناه الرضا ونحو ذلك البراك يروح يقول إيه؟ بيعلق عليه ويقول من يفسر من يفسر من أنه في العجب بالرضا يفسر الرضا بالإرادة فيؤول الأمر إلى تفسير العجب بالإرادة وهذا كله من صرف ألفاظ النصوص عن ظاهرها بغير حجة وهذا هو التحريف الذي نهى الله عنه في كتابه وزم به اليهود في قوله تعالى يحرفون الكلام من بعد موضعهم يعني البراك بيقول ابن حجر أنت جهمي وبتحرف في الدين زي اليهود اللي قال عنه من القرآن أنه بيحرفون الكلام عن موضعهم يعني نلخص إيه؟ أن ابن حجر أول الرضا أنها رضت الخير وبعد كده أول الفرح أنه رضا يعني برضه إرادة الخير وبعدها أول العجب والضحك أنه رضا طيب حتى صفة الشام تصوروا حتى صفة الشام ابن حجر هيأولها أنها رضا تصوروا خلينا نشوف فين طبعا لو حاولنا يعني نقول كل حاجة قالها ابن حجر مش هيكاف فينا ولا ألف حلقة لكن خلينا نروح للحديث الجاي عشان نشوف إزاي ابن حجر عمل إيه من خلاله هيكون رض شامل على كل ما بيعتقد ابن حجر في الصفات الفعالية اللي طبعا زي ما احنا أثبتنا أنه بين فيها على حياتها فتح البالي بشرح سعيد البخاري كتاب الصوم باب فضل الصوم يقول لنا كده ابن حجر قوله أطيب عند الله من ريح المسك اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك مع أن سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الرواح إزاك من صفات الحيوان مع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه هنا الكلمة دي خطيرة جدا وبعدين هنكمل التعليم يعني ابن حجر بيقول أن الله منزه عن الشام أو يتوقف عندها زي أهل السنة يعني هو عايز يقول إيه أو يتوقف عندها يعني هو عايز يقول أن أهل السنة إيه أهل السنة لما هو يتوقف أو ينزه الله يعني أهل السنة مشبهة ومعنى كده يعني إيه يعني مش مشبهة وبس لا ده المشبهة وكأنهم بيشبهوا الله يعني بصفة من صفات الحيوان وطبعا مين بيشم أكتر مين اللي بيشم أكتر الإنسان ولا الحيوان الحيوان يعني معنى كده إن أهل السنة بتشتم الله وبيشبهه بالحيوان وكمان من غير ما بيشعر ابن حجر كأنه بيقول إن الرسول نفسه بيشتم الله وبيشبهه بالحيوان لأنه قال إن صفة الشم دي في الحيوان ولأن الحديث ده الرسول هو اللي قاله نكمل كده قول نكمل نفس الكلام في نفس الكتاب بيقول كده فتح الباري قال المازيري له طبعا أوجه بعد كده بيقول قال المازيري هو مجاز وقيلة مراد أن صاحبه ينال من السواب ما هو أفضل من ريح المسك ولسهما بالإضافة إلى الخلوف حكاهما عياد وبعدين النووي رح قال ورجح النووي هذا الأخير وحاصله حمل معنى الطيب على قبول الرضا يعني حتى الريحة معناها مجاز الرضا فالشيخ البراق رح علق على كلام الحفظ ابن حجر مع أنه سبحانه وتعالى منزهة عن استطابة الرواح هذا الجذب من الحافظ رحمه الله ينفي صفة الشم عن الله تعالى الذي هو إدراك المشمومات ولم يذكر عليه دليل إلا قوله إزاك من صفة الحيوان وهذه الشبهة هي بعينها شبهة كل من نفى صفة من صفة الله سبحانه من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وهي شبهة باطلة فما ثبت لله تعالى من الصفات يثبت له وعلى ما يلق به ويخص به وهذا الحديث وهو قوله لخلوف فم الصائب أطيب عند الله من ريح المسك ليس نصا في إثبات الشم بل هو محتمل لذلك فلا يجوز نفيه من غير حجة وحينزن فقد يقال إن صفة الشم لله تعالى مما يجب التوقف فيه لعدم الدليل البين على النفي أو الإثبات فليتدبر والله أعلم بمراده ومراد رسوله ثم أن تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضا يعني إيه يعني أنتو دلوقتي بتستشكلوا على الله إنه يشم طيب ما إحنا برضو هنقول عليكم نفس الإشكالية في الرضا ليه فبيكمل بيقول فإن الرضا ليس كرضا المخلوقين فقالوا استطابة ليس كاستطابة المخلوقين وعلى هذا جميع ما يجيء في هذا الباب يعني إيه يعني دلوقتي هما بيقولوا الرضا طيب هل الرضا الله ساعت يردى والله ساعت برضو ما بيرداش ده حادث فنفس اللي مهما أوله أي صفة هي في الآخر برضو هتلاقيها حادث حدث على الله حادث فطبعا يعني كل الصفة هيقول عنها ابن حجر مجاز ومعناها الرضا أو مجاز معناها الرحمة لأن صفة مثلا الغيرة فيها تغيير طيب مع نفس الشيء زي ما أنا قلتلكم قبل كده نفس الشيء الرضا برضو ممكن يتغير ممكن الله يردى وممكن ما يرداش طيب ابن حجر هيقول لا لأن الرضا مجاز ومعناها الإرادة طيب برضو مع الإرادة بتتغير ممكن الله يريد وممكن لا يريد وهكذا يعني هتكون دوامة ملهاش آخر وأخيرا نحن نروح لكتاب شرح العقيدة التحاوية بيقول فيها إيه أما مسهب أهل التعطيل والجهمية والمعتزلة مسهبهم في صفات الزيت وصفات الأفعال مسهبهم نفي كل ما وصف الله به نفسه من صفات الزيت وصفات الأفعال الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات الزيتية والصفات الفعلية ويقولون إنما هي أمور مخلوقة محدثة منفصلة عن الله ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك وطبعا تعليقنا على كده طبعا ده معنى إن الرضا والغضب والعجب مخلوقة لأنها من صفات الخلق والله مش بتحل فيه الحوادث وطبعا ما فيش دليل على قولهم طبعا كل كل كلام ابن حجر اللي هو بيقوله ده كلام الجهمية كل الكلام ده ما عندهمش أي دليل جابوه يعني غير طبعا لإن إحنا عارفين إن هم بيقدموا العقل على نقل وبيكلامهم بيكون من عقلهم يعني وخليني ألتقي بيكون في الحلقة الجاية عشان نكمل مع بعض ابن حجر وهو بينفي صفات فعالية أخرى عن الله وألتقي بيكون في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجنة أو العوبة بين حقل المسا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة